انت الحالات الاختفاء اللي في الفترة اللي فاتت اللي لسه ما رجعوش حبيت اجمعهم برضو لحضراتكم عشان نفتكرهم وما ننسهمش ونفضل نصلي علشانهم سواء سيدة او فتاة السيدة غدا فكري زكي اختفت من 17 مارس هنستمر نصلي علشان ترجع يا غدا ان شاء الله ترجع يا رب انت ولادك معها وابنها وابنتها كريستين لمعي اختفت من 7 ابريل مش هننساكي برضو يا كريستين هنفضل نصلي هنفضل نصلي عشان ترجعي لجوزك والبيتك هدى عاطف غالي جيرجس 8 ابريل هنصليلك يا هدى انت صغيرة قوي يا هدى حبيبتي وفاكرين مكلمة ابوها راجل طيب قوي قوي يا رب ترجع يا هدى بالسلامة لبيتك ودي برضو 16 سنة ومحدش سأل ميراي جيرجس لان انا ما عرفش رجعت ولا ما رجعتش فهنفضل نصلي يا رب تكون رجعت ولو ما رجعتش هنصلي عشان ترجع لان كل الفترة الاخيرة الكلام اللي كانت قالت كلامه عكسه والصفحة بتاعت والدها وانه كلام غريب وان الصفحة تسرقت ما تسرقتش انا ما عنديش كلام مؤكد لغاية دلوقتي ولا والدها دخل ولا قالت اي كلمة كلها حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي فبالتالي احنا هنصلي لها برضو ولو هي رجعت وفي مكان ماهم مش عارفين مش عارفين هي فينا واحنا ما عرفناش هنصلي علشان ميراي ترجع وبنقول لكل اسرة لما بنتوكو ترجع فرحونا معاكم مش لازم تقولولنا تفاصيل انا عن نفسي مش ببقى لو حابب تقول تفاصيل حابين تقولوا تفاصيل اقلا وسهلا مش حابين تقولوا في تفاصيل لكن احنا عايزين بنتوكو ترجع لانها اختنا لانها عضو من اعضاء الجسد الواحد اللي احنا كلنا فيه عضو من جسد المسيح اللي احنا عايزينها ترج ترجع لبيتها وترجع لكنستها وترجع لأهلها وترجع لكل حاجة ترجع للمسيح حتي لو كانت بعجت عن المسيح كلنا كلنا خطايا جماعة وكل الخطايا دي اه لما تبعد عن المسيح حاجة كبيرة قوي لكن صلي قوي بقى عشان دي حاجة كبيرة قوي انها ترجع للمسيح فيه كمان فرنسا يوسف عبدالسيد مختفئة من 20 ابريل يا رب يا فرنسا ترجعي كاترين سامح يا رب يا كاترين ترجعي كل دول عايزينهم يرجعوا مريم سامي والدتها اللي مربيها اللي هي يعني تعتبر مرات عمها اللي يعني اتوفت ماتت بحسرتها عليها يا رب يا مريم ترجعي مرنة عماد يوسف المختفية 27 مايو ما سمعناش عنها حاجة دي طفلة صغنونة ما سمعناش عنها انها رجعت يا ريت لو حد عارف انها رجعت يقول لنا انها رجعت يعني كل دول زي ما انتوا شايفين كده زي ما بنتكلم انه يعني مجهود كويس جدا من العداد معنا الحين وجمع لنا كل ده عشان نصلي عشان نصلي من اجلهم ومريم مجدي ساويرس وعندنا برضو نوسا نعيم وعندنا نانسي ميخايل جيرجس يعني كل دول يا جماعة وعندنا ريموندا عماد كامل بيباوي يعني اعتقد انه معلش الصورة اللي فاتت دي نانسي نانسي ميخايل عشان بس رقم 34 نانسي ميخايل وبعدين معينا ريموندا ومعينا مريم ريموندا مختفية 12 يونيو ومريم إبراهيم ميخايل مريم إبراهيم ميخايل وحنان جيرجس تامر اللي كان برضو عليها كلام كتير في الاسكندرية كل ده يا جماعة كل بناتنا وسيدتنا واللي دول احنا عارفينهم زي ما قلتت حضراتكم فيه برضو تاني مش عارفينهم نصلي من اجل كل بنت وكل سيدة مختفية انها ترجع لأحضان أهلها مش بس في مصر في أي حتة في العالم نصلي لهم ونتحت كلنا في الصلاة عشان فعلا الصلاة بتعمل معجزات وأكتر من كل ده هنا بوجه لكل أسرة رسالة صلوا بالدموع الأم والأب اركعوا وصلوا ومقركة بالسجدة أكيد ان هي زي ما بنقول بتهزم جيوش أكيد هترجع لكم بناتكم وسيداتكم والزوج يصلي لو فعلا باقي على زوجته انها ترجع له واللي برضو ولاده بعيد عنه يصلي ربنا يرجع هم له واللي عنده مشاكل برضو بالنسبة لزوجة أسلامت وأولاده على الصراعات كل دي الصلاة بتعمل معجزات